ده جاي بناء على طلبات حضراتكم. انتو قلتوا عايزين استراتيجية للربح من الكتابة اكتر من تلتمية دولار لما نزلت في قسم المنتدى. لس الحلو في الاستراتيجية النهاردة انك هتكسب من الكتابة من غير ما تكتب. خليكم معنا اشرح لك كل حاجة بالتفصيل بعد الانترو. بكم مرة تانية شباب درسينا النهاردة. زي ما انتم شايفين موقعنا النهاردة اسمه الموقع ده شغلته ايه? زي ما احنا قلنا احنا استراتيجيتنا ان احنا نكسب من الكتابة. بس التركاب بتاعتنا ان احنا مش هنكتب حاجة وبرضو هنكسب من الكتابة. هشرح لكم ازاي دروقتي? خلينا نشوف الموقع بتاع ايه او الموقع بيدفع لك بناء على ايه او هو او ايه اللي مطلوب منك عشان يدفع لك الموقع. زي ما انت شايف الموقع في ناس كتيرة بتنزل عليه فيديوهات ويقول لك انا عايز الفيديو ده عايز حد يكتب لي الكلام اللي انا قلته اكتبه لكتابة. او حد عايز يعمل لي او يترجم لي الكلام بلغة معينة هو عايزها. زي ما انتم شايفين عندك هنا كزا حاجة. مسلا عندك هنا بيقول لك انت هتخلي الكلام اللي بتقال في الفيديو هتخليه كتابة في يعني الكلام اللي هو بيقوله دروقتي بيتكتب تحت زي ما انتم شايفين. طيب هنا اللي هو بيطلع لك زي الترجمة في الافلام كده بيكتب لك بس بتكتب نفس الكلام اللي بتقال. وهنا اللي هو هو بيختار اللغة اللي هو عايزك ترجم بها. وحضرتك بتاخد آآ الفلوس على حسب آآ الوقت اللي انت بتشتغل. طيب. الموقع هتفع لنا ازاي? زي ما احنا شايفين اول واحدة عندنا ترانسكربشن بيديك واحد وربع دولار على الدقيقة. يعني الفيديو لو دقيقة هتاخد واحد وربع دولار. والفيديوهات بتتروح ما بين. تلات دقايق لحد ست دقايق في الحدود دي. خلينا مسلا انك اشتغلت طبعا انت مش هشتغل على فيديو واحد انت هشتغل على كزا فيديو. خلينا نقول مسلا انك اشتغلت على فيديو في خمس دقايق. اضرب طبعا خمسة في آآ الدولار وربع. هيطلع لك آآ حوالي ستة دولار وربع. يعني ستة دولار وربع في ست دقايق دي حاجة آآ خرافية. وهوريك دلوقتي انك مش هتتعب. انت هتعمل الحاجة دي في خمس دقايق فعليا. هتعمل الحاجة دي في خمس دقايق فعليا. طيب. وعندك دي برضو دولار وربع. وعندك دي الترجمة طبعا احنا كنا شرحنا استراتيجية عن الترجمة. هبقى سيب لكم الفيديو بتاعها في المدونة. آآ هسيب لكم اللينك بتاعها. ازاي تترجم حتى لو انت ما تعرفش اي لغة. احنا اللي علينا نعمله ايه? الخطوة بتاعتنا ان احنا هنطلع الكلام اللي بيتقال باللغة اللي هو فيها. بعدين هناخد الكلام ده نترجمه بالاستراتيجية اللي انا قلتها لكم في الفيديو اللي فات. او آآ في الاستراتيجية بتاعت الترجمة اللي انا كنت شرحتها في قناة الباش مدرس. طيب. خلينا نشوف احنا هنشتغل ازاي. زي ما انتم شايفين. آآ لو قعدت اشتغلت على فيديو دقيقة واحدة هتاخد ما بين تلاتة دولار سبعة دولار. خلينا احنا نحسبها مثلا في المتوسط اللي هي خمسة دولار. آآ مثلا هتاخد خمسة دولار على دقيقة. يعني لو انت اشتغلت خمس ساعات معزرة خمس دقايق. لو اشتغلت خمس دقايق هتاخد خمسة في خمسة في خمسة وعشرين. فآآ يعني الارباح زي ما انتم شايفين. الارباح عالية جدا والدفع على البي بات. طيب ده اول موقع معنا. تاني موقع معنا اسمه طيب الموقع ده برضو في التلات حاجات. آآ التلات حاجات اللي احنا كنا شرحناهم في الموقع اللي فات. بس الموقع ده الدفع بتاعه اقل سنة بسيطة. زي ما انتم شايفين بيدفع هنا تسعة وسبعين آآ سنت على الديئة الوحدة في والترجمة بيدفع عشرة سنت على على الكلمة الوحدة. يعني انت مسلا الواحد بيقول في الفيديو حوالي متين كلمة. يعني انت تاخد متين في عشرة سنت. زي ما انتم شايف كده. وهنا آآ دي ما نجدع بها دروقتي دي موضوع تاني الوحدة. طيب التسجيل في المواقع دي ازاي? موقع بالنسبة لموقع انت اتيجي هنا تقول له لوجن. لا مش لوجن آآ آسف. هنا لو انت عايز تضيف فيديوهاتك والناس آآ يعني الناس تيجي وتعمل لك الفيديو بتاعك. احنا هننزل هنا في موقع هتنزل لتحت خالص خالص وهتيجي على كلمة هتيجي على الكلمة دي. هتدوس عليها. هيفتح لك الصفحة الخاصة بالفري لانسر اللي هم الناس اللي بيشتغلوا على الموقع اللي هو احنا. طيب. هيبدأ يفتح الموقع معك شوية كده. معلش النت عندي ضعيف. زي ما انتم شايفين يا شوية الموقع فتح معنا. يفتح لك الصفحة دي بالزبط اول ما تدوس على كلمة هتيجي هنا عند ده هتبدأ تضيف بياناتك. هتبدأ تضيف هنا اسمك. آآ انا مسلا هتضيف عبدالله السيد. زي ما انتم شايفين واضيف الايميل بتاعي وتركيا وهي هتختار انت هتشتغل في ايه. احنا هنشتغل في الترانسكريبشن. فهندوس على وهندوس على كلمة انا طبعا عشان مسجل في الموقع فطبعا مش هيفتح معي. طيب انت طبعا هتضيف آآ الاسم بتاعك. آآ الاسم الاول والاسم الاخير والايميل بتاعك وهتختار كلمة وهتختار الدولة بتاعتك زي ما انتم شايفين في دول كتيرة جدا. بالمناسبة انا عايزكم تنزلوا كل واحد ينزل تحت يقول للدولة اللي هو فيها علشان نشوف استراتيجيات تخص الدولة دي علشان ما نحرمش حد من القناة او ما نظلمش حد. طيب آآ زي ما انتم شايفين هتدوس على هيفتح لك كالاتي. اول ما هتدوس على يا شباب هيفتح لكم الصفحة دي. الصفحة دي بيقول لك ايه? الصفحة دي لازم يتأكد انك عارف انجليزي علشان يبدأ يدخلك على الموقع وتبدأ تسجل فيه وتبدأ تشتغل عليه. فطبعا اللي هيشتغل في الموقع لازم يكون عارف انجليزي. فبالتالي الموقع بيعمل آآ يعني زي آآ امتحان بسيط او تست بسيط عشان يتأكد انك عارف انجليزي. طبعا انت ممكن تاخد الكلام ده كله كوبي وتروح على جوجل ترانسليت وترجمه لو انت عايز. لو انت مش عايز ومعاك مسلا آآ اتنين دولار تلاتة دولار هتروح على اي موقع اه قصدي اي صفحة فيسبوك او جروب فيسبوك بتاع الربح من الانترنت هتقول انا عايز واحد بتكلم انجليزي كويس. هيخش يسجل لك في الموقع وعمل لك حساب ولما يعمل لك حساب يديك الايميل او الباسورد. والموقع بعد ما يتفعل طبعا. هيرد عليك على الايميل بعد ما يحل الاسئلة دي. هيرد عليها الايميل اول ما هيفتح معاها الايميل. آآ او هيفتح معاها الحساب بتاعه. هيبعت لك طبعا على طول الحساب بتاعك. وتتبعت له مسلا واحد دولار اتنين دولار على حسب ما تتفق معاه. يعني المبلغ بسيط بس الربح زي ما احنا شفنا ربح كبير جدا. طيب. هيفتح لك الصفحة دي زي ما انتم شايفين. هتكون عندك اسئلة بالشكل ده. هنا بيقول لك في الاسئلة اختار الكلام اللي مكتوب زي ما هو يعني المنسوخ آآ نسخ بالزبط. لمنسوخ كويس. آآ اللي هو يعني لازم الكلام يكون متطابق مية في المية حتى بالفصلة بالكلام ده كله. تمام? فيعني الاجزام سهل حتى لو انت هتعرفش انجليزي هتعرفت حلو. انت هتاخد الكلام ده كله كوبي على جوجل برانسليت. هترجمه وهتبدأ تشتغل على ايقانة حلتها كده. هيجيب لك الاسئلة بالشكل ده وهتبدأ آآ يقول لك احنا هنرجع الحساب بتاعك وهيرد عليك في خلال يومين على الايميل بتاعك وهيتقبل ان شاء الله الحساب بتاعك. ده كان بالنسبة لموقع طيب عندنا الموقع التاني اللي هو كل عليك تعمله هتيجي هنا على آآ جوين اس ترانسكريبشن. يفتح لك الصفحة دي اول ما هتدوس على الكلمة اللي قلنا عليها. طبعا هنا بيقول لك شوية معلومات او شوية آآ آآ يعني عن الموقع. طيب عندك هنا التلات مزايا دول مهمين جدا في الموقع. اول حاجة بيقول لك يعني انت مش محتاج انك تدور على حد عايز يعمل آآ الفيديو بتاعه. لا انت بيبعثوا لك الفيديو بتاعك على طول او باي حد بيعايز الفيديو انت بيبعث لك الموقع نفسه بيبعث لك آآ او رسالة في واحد عايز يعمل الفيديو بتاع فالموضوع سهل مش هتحتاج ان حد يقبالك آآ بالعكس الموقع هو اللي بيديك الفيديو هذا. طيب بيقول لك تترانسكريب وينيفر اند ويريفر. آآ يعني انت تقدر تعمل الموضوع ده اي وقت انت عايزه وفي اي مكان انت عايزه. وركز ماتش يعني انت اشتغل آآ كتير او اشتغل قليل ده براحتك ما يدرش الحساب بتاعك او هيقول لك لا انت ما تشتغلش على الحساب بتاعك فهنأكله. زي ما انتم شايفين زي ما انا قلت لكم في الاول الحاجات بتتروح او الفيديوهات بتتروح في الفيديو ده في الموقع ده معذرة من دقيقتين لاربع دقايق. الموقع التاني زي ما انا قلت لكم بتوصل لست دقايق. يعني مش حاجات طويلة. طيب ندخل بقى التسجيل. اول حاجة عندنا هنكتب طبعا اول اسمه وتاني اسمه والايميل والباسورد والباسورد مرة تانية. وهنا هتحط زي ما انا قلت الدفع بايبال. وطبعا هتختار الدولة بتاعتك. ما تنسوش تكتبولي الدولة بتاعك وتحت في الفيديو. هنا هتختار بعد ما تختار الدولة هتختار الحتة اللي انت قاعد فيها. وهنا الساعة اللي انت فيها دلوقتي تشوف الساعة على الكمبيوتر بتاعك او التليفون وتبدأ بتقطها. وهنا آآ بتختار اللغة اللي انت هتشتغل بها او اللغة اللي انت عايز الموقع بها وهنا هتختار انت آآ ذكر ولا انت. وهنا هتختار انت آآ عامل او عاطل عن العمل. هنا عامل يعني وعاطل عن طيب. وهنا هتختار اه المهنة بتاعتك او الخبرة بتاعتك معزرة هتختار مسلا هتختار اي حاجة من دول بس ما تقفرش ولا تقول انك ضعيف. اه وهنا هتختار اللغات اللي انت هتشتغل بيها. طيب. في حتة اللغات احنا مفيش عربي هنا. فاحنا هنشتغل على الانجلش. الانجلش هتخليها نورس امريكا وبريتش بس. تمام? ولو هتختار فرنساوي لو انت عارف فرنساوي اخواننا اللي من المغرب. او اه الجزائر الناس دي هتختار الفرنساوي زي ما انتم شايفين هتختار الفرنس فرنج. اللي هي الاصل الفرنساوي. عشان ما يجيب لكش كلمات اه ما تعرفش تحلها. وهنا هتحط اللينك بتاع السكايب بتاعك وهنا هتحط رقم تليفونك. وهتعلم على العلامة دي وهتقول له طبعا هتديك برضو او هتديك امتحان وهتعدل الامتحان وهيعمله للحساب بتاعك وهيبعته لك على الجيميل وهيبدأ يتقبل الحساب بتاعك. طيب استراتيجيتنا ايه يا شباب او احنا هنشتغل ازاي على الموقع ده? طيب قبل ما نشتغل عايز اوريكو الربح اللي احنا هنكسبه من المواقع دي قبل ما اه نشتغل اول او قبل ما نبدأ الشغل اللي عام. زي ما احنا شايفين? احنا قلنا مسلا هنشتغل على فهخلينا ناخد كده واحد وربع دولار اه على الديقة الوحدة. احنا خلينا مسلا نقول المعدل بتاعنا احنا هنشتغل خمس ساعات. مسلا خمس ساعات في اليوم. خلا نقول له واحد خمسة وعشرين. في ستين. اللي هي ساعة. اللي هي اشتغل ساعة واحدة بس اللي ما عندوش وقت. هندوس عليها كده زي ما انتو شايفين خمسة وسبعين دولار. يعني انت هتكسب خمسة وسبعين دولار في ساعة. يعني الموضوع اه يعني مش هقول حاجة يعني انتو يشوفوها مع نفسكو كده. طيب خلينا نقول آآ نرجع كده نقول له واحد وربع. في مسلا آآ الستين ماشي في الستين. في حلا غلب ماشي. هنقول له خمسة وسبعين. اللي هي الربح في الساعة. في آآ مثلا هنشتغل خمس ساعات. زي ما انتو شايفين تلتمية خمسة وسبعين دولار في خمس ساعات بس يعني انت ما بتعملش حاجة يعني هوريكم الاستراتيجية دلوقتي انت ما بتعملش حاجة وهتكسب سلتمية خمسة وسبعين دولار. طيب عرفنا احنا نكسب قد ايه? خلينا نشوف احنا نشتغل ازاي. زي ما انتو شايفين هنيجي هنا عند اي فيديو على اليوتيوب علشان نشوف مسلا الواحد هيديك فيديو زي ده اخر فيديو احنا نزلناه مسلا. اللي انا نجتم الصوت ونوقف الفيديو. هيديك فيديو زي ده. طيب اتا دلوقتي عايز تكتب الكلام انت ما تعرفش اللغة طبعا. عايز تكتب الكلام اللي هو بيقوله ده تحت. هتعمل ايه? كل اللي عليك تعمله هتنزل الفيديو. اللي ما يعرفش ازاي ينزل الفيديو آآ ممكن ينزل برنامج اللي هو ده. ممكن ينزل بي. اللي مش عايز ينزل برنامج اللي اللينك اللي فوق. هتيجي قبل كلمة يوتيوب هتكتب اس اس. هتكتب اس مرتين وتدوس على زي ما انتم شايفين هيفتح لنا الصفحة دي. هتيجي تقول له فيديو. نزل لك برنامج. علشان تنزل من عليه الفيديو هاته. البرنامج اسمه تمام? لو انت عايز تنزل الفيديو من غير ما تنزل البرنامج هتيجي هنا تدوس على دولود. هيفتح لك ايو الصفحة الصغيرة دي هتبدأ تختار هنا آآ. اقل حاجة او اقل جودة علشان ما يبقاش um. البيديو حجم جبير. زي ما انتم شايفين هتبدأ تختار كده وهتقول له دولود. هيبدأ ينزل معك الفيديو. طيب بعد ما ينزل معك الفيديو هتعمل اي? هتروح على اي برنامج مونتاجي وتستخرج الصوت بتاعه. شايفين يا شباب انا فتحت اه برنامج المونتاج. انا باستخدم مسلا برنامج فيديو. تبدأ تستخرج الصوت. انا هنشد الصوت كده. اللي ما يعرفش ازاي يستخرج الصوت. هنشد الصوت كده ونسيبه لوحده. وهنبدأ نيجي على الفيديو ونعمله نعمل الفيديو تمام? كده معاك الصوت بس. لو جيت عملت وقلت له افتح معاك الصفحة دي هتختار المكان اللي انت عايز سيف في الاوديو بتاعك او الصوت بتاعك او هتدوس على كلمة وتختار المكان من الكمبيوتر بتاعك وهتقول له وهيبدأ يحطي لك الاوديو بتاعك. طيب وبعد ما استخرجنا الاوديو او الصوت يا شباب هنيجي على الموقع ده. الموقع ده هسيب لكم طبعا كل اللينكات تحت اسفل فيديو في المدونة. زي ما انتم شايفين هتبدأ آآ يفتح لك الموقع ده او انا هسيب لك الموقع ده هتبدأ تدوس على اللينك وهيفتح لك الموقع ده. هتبدأ تجيب الصوت بتاعك وهتقول له استارت وهتبدأ تحط الصوت بتاعك عند المايكروفون او هتجيب الصوت مثلا على التليفون وهتحط المايكروفون وتبدأ تقول له استارت وتخليه بس يسمع الصوت او يسمع الفيديو. طيب خلينا نجرب كده. الموقع ده جميل جدا فيه عربي وفيه انجليزي فيه كل اللغات تقريبا. احنا خلينا مثلا نجرب العربي خلينا اقول كلمتين ونشوف الموقع هيعمل ايه? لان دوس له كده المفروض ان الموقع بيسجل اللي انا بقوله. خلينا نقول هو دلوقتي بيسجل حتى اللي انا قلته لكم. خلينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب فيديو جديد من قناتكم دكتور دايما انتم شايفين? كده يعني اسجل حتى الكلام اللي انا قلته في الاول. انت عايز توقف هتدوس على دايما انتم شايفين كاتب الكلام كويس ويعني الكلام مقبول وتقدر تعدل عليه بكل سهولة. طيب خلينا مسلا نجرب الانجليزي علشان احنا شغلنا هيكون بالانجليزي. خلينا نمسح ده كله او دي تدوس على كلمة هيمسح لك كله. خلينا ندوس له ستارت. زي ما انتم شايفين يا شباب بيكتب الكلام اه يعني بدقة عالية جدا وبيكتب الكلام دلوقتي سهل جدا و اه لو في اي مشاكل في هتروح طبعا على اه او هتروح على اي موقع بتاع طبعا احسن واحد هيبدأ يعدلك على وهيبدأ يعدلك على لو في اي حرف ناقص او حرف زايد هيبدأ يعدلك عليه. وهتاخد الكلام ده كله كوبي وهتروح تحطه في الموقع وهتبدأ تاخد الفلوس بتاعتك وكل سهل. بس كده شباب وكده نكون خلصنا في فيديو النهاردة لو حسس لو حاسس ان الفيديو ده اه يعني انا تعبت فيه واستحق اللايك ياريت تحطي لي لايك وتدعمني اه الدعم بتاعك باللايك وباشتراكك في القناة وبتشهير الفيديو ولما تشاير الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس ودي معلومة انت هتاخد عليها اه يعني اه حسنة لما واحد يرزق بسببك لما تشاير الفيديو ده وطبعا ده بيساعدني انا شخصيا بيجيب مشاهدات وبيجيب مشتركين اكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.